انعاش الذاكرة في الواقع الافتراضي هذا ما لجا إليه شباب جزائريون في ذكرى الثورة الجزائرية التي انطلقت عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي حملة أنا من سيتش استغلت توسائل التواصل الاجتماعي بكل منصاتها للتأكيد للجيل القديم الذي خاض حرب التحرير بأن الجيل الجديد ما يزال يستذكر التضحيات التي قدمها المناضلون في سبيل الحرية سبع سنوات من الكفاح للتخلص من استعمار تغلغل في عمق الحياة الجزائرية لأكثر من 13 عقدا من الزمن محاولا فصل الجزائريين من جذورهم الثقافية وبحيطهم التاريخي وانبات بذور الثقافة الفرنسية في أرضها لكن طربة الجزائر لم تكن صالحة لنمو مثل تلك البذور وتوجت ثورتهم بالدم بالاستقلال التام عن فرنسا ثورة المليون شهيد متزال لحنا راسخا في الوجدان الجزائري اخواني لا تنساوا شهداكم من ضحاول الحياة البلاد ومعنا حول هذا الموضوع من دبي الصحافي وأحد منظمي حملة منسيتش الصغير سلام أهلا بك سيد سلام إلى الأولى من سكاينيوز عربية يعني كما تبعنا في هذه المقدمة جاء الاحتفال هذه السنة بثورة نوفمبر بطريقة مختلفة لنبدأ معك سيد سلام كيف أتت فكرة وسم أنا منسيتش نعم هذا الوسم انطلق بمبادرة من الصديق والزميل الصحفي حمزة دباح الذي أتى بهذه الفكرة وسرعان ما تم تبنيها وكنت محظوظا أن عيشت ميلاد هذه الفكرة ميلادها منذ اللحظة الأولى انطلقت وسما عبر وسائل تواصل المنصات الاجتماعية ثم تم احتضانها وتم رجع الصداة على مستويات مبهرة ومذهشة وغير منتظرة حتى بات الاحتفال بثورة من نوفمبر المجيدة لهذه السنة تحت شعار منسيتش بمعنى لم أنسى هكذا ولدت في لحظة وعي لحظة تلاحم الفكر بالفكر والروح بالروح الحاذر بالماضي فتم هذا الميلاد المبارك الذي أنا أعتبر صراحة تفضل نعم أنا أعتبر هذا الوسم أو هذه المبادرة هو ميلاد ثاني للثورة الجزائرية بوسائل شبابية بروح ولغة وأدوات جديدة معصرانية معصرنة واعية متماهية مع التاريخ ماضية في الحاضر ومشرائبة نحو المستقبل هكذا كانت نعم هكذا سيد سلام أغلبية من شارك بهذه الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر هم من فئة الشباب يعني هناك رسالة وجهة الشباب لمن عايش هذه الفترة ما الأمال المعلقة سيد سلام على هذه الحملة التي أتت من نوع آخر هذه السنة الحملة كما تعلمون انتشرت في كل مكان على كل المستويات احتضرها الشباب بالدرجة الأولى وكانت الرسالة واضحة بل هي مجموعة من الرسائل الرسالة الأولى موجهة لتلك النخبة التي تجاوزت نفسها وتجاوزت وارتقت وقدمت أرواحها على كفها من أجل أن تستعيد الجزائر سيادتها أما الرسالة الثانية فهي للمستعمر وأن صار المستعمر أننا لم ننسى أن منسيتش هي لحن مقدس اعتبرها بعض الملاحظين ثورة جديدة صحيح أنها انطلقت من الواقع الافتراضي لكنها لامست الروح والشعور والوجدان كثير من الناس في الجزائر شباب بمختلف المستويات في الصحراء في الجنوب في الشمال احتضنوا هذا الوسم وكأنه انطلق من أعماقهم من قلوبهم بالأرقام كيف كانت تعامل مع حملة أنمان سيتش؟ صراحة الأرقام التي لازلت إلى حد الآن تتزايد يعني صارت بالألاف بعد أقل من 48 ساعة من إطلاق الوسم وازداد هذا التفاعل بعد إصدار الفيديو الفيديو الذي كان صراحة مبهرا في التفاعل كان قوي في لسائله في جمله التي كانت تتحدث بلغة يفهمها الجميع حتى أن الناس لم تتساءل لم تقل ما معنى هذه الحملة ولم تقل ما معنى منسيتش إنما استقبل ما معنى منسيتش وتم رجع الصدا ثم تسامى وتساوق وتناغم مع هذه الحملة كل من وصلت إليه لا بد من التحدث أيضا سيد سلام عن داعمي هذه الحملة من أين أتاكم الدعم الأكبر وهل من دور لعبته السلطات الجزائرية لا وجود لأي دعم سلطوي رسمي لهذه المبادرة مبادرة شبابية كما تعلمون الآن وسائل تواصل في متناول أي شاب الزميل الصحفي الذي أبدع أستاذ حمزة الباح أبدع هذه المبادرة نعرفه زميل وصديق وذلك يملك فكره وذكاءه وحبه لوطنه ولا يملك أي دعم من أين كان إنما المبادرة في قوتها صحيح إنها مبهرة وقوية والمحيط من الزملاء والأصدقاء حول الأخ حمزة والصديق حمزة الذين احتضنوا وخاصة الذين شاركوا في الفيديو الترويجي للمبادرة وأمنوا بها لكن المبهرة صراحة هم الذين استقبلوا عشرات الألاف بالمئات الألاف الذين استقبلوا هذه المبادرة وارتقوا بها وغنوا بها حتى أن هناك من يفكر أن يقوم بأغنية تحت عنوان أنا من سيتش هناك من يفكر أن ينجز فيلما هناك كثير من يريدها نغمة على الهواتف هذه المبادرة صحيح أنها مبهرة حتى تجعل من يتسائل من يقيف وراءها لا علاقة لها هذه مبادرة شعبية شبابية لناشط اجتماعي وإعلامي وصحفي تلقاها صحيح أن شفاء هنا أود أن أسألك سيد سلام عن دور الإعلاميين الجزائريين الذين دعموا هذه الحملة وكيف تعامل الإعلام ككل معها أيضا صراحة هذه المظلة الجميلة المقدسة التي لا يختلف عليها جزائرية فبالتالي صراحة أن التفاعل كان كبيرا ولكن لم نتفاجأ الإعلام الجزائري تناغم وانسجم مع المبادرة وهناك الإعلام العربي كذلك بمختلف حتى إعلام باللغات الأجنبية تفاعل مع هذه المبادرة لأنها غير سلطوية غير تقليدية لم تقم أبدا على الوسائل التقليدية من المحاضرات والندوات وما إلى ذلك من الأسليب التقليدية والحفالة التي توزع فيها المأكلات لغا ذلك إنما هي فكرة ووعي شبابي فكرة ووعي شبابي مبهر في انطلاقاته مبهر في قوته مبهر في انطلاقه وأكثر من هذا قال أننا لم ننسى هناك من يعمل على طي الصفحة ولكن نعم سؤال أخير قبل أن ينتهي وقت هذه المقابلة مع نجاح هذه الحملة حملة منسيج هل يكون من الصعب التحضير للسنوات المقبلة؟ ليس من الصعب التحضير للسنوات المقبلة لأن الانطلاق كانت قوية وستطعم هذه المبادرة والحملة كل مرة بنشاطات كثيرة ستكون هناك مفاجآت نبشر الشباب والنشاطاء أن هذه الروح التي تسامت ستتواصل ستستمر المبادرة ستحتضنها الجميع وحتى أنها لم تعد ملكا لأصحابها هي ملك لكل من تفعل معها القادم وهي المعلومة لن تكون أول كل نوفمبر لأنها ستستمر يوميا وأسبوعيا وشهريا بكثير من النشاطات المبادرة غير التقليدية والتي ستجعل جذوة نوفمبر مستمرة مشتعلة ملتهبة لتبنى دولة عصرية تحترم الإنسان شكرا جزيلا للصحافي وأحد منظمي حملة منسيتش الصغير أهلا بك مرة جديدة معنا في الأولى أهلا بك مرة جديدية